متل ما حكينا بحلقات قبل من الطبيعي ان نستكشف ونعيش حياتنا الجنسية نحن وعم ننضج منستوعب بعدان انه حياتنا الجنسية بتتغير مع مورور الوقت حسب ابحاث اجرتها جامعة ولاية كارولاينا وجامعة بيتسبيرغ واحد على الاقل من كل خمس مراهقين بلغوا ببعض التغيرات بالتوجه الجنس لما نكون بمرحلة المراهقة ما فينا نصنف حالنا على انه نحن مثليين جاي او مغايرين الجنس ستريت او اي توجه جنسي تاني وخلص هي هي حياتنا الجنسية بعدها عم تنضج ويمكن هالنضوجي يوضح لكم توجهاتكم وانجيزابكم اكتر ويمكن لا بس في كتير اسباب ممكن حدا تدفعه انه يحكي عن توجه الجنسي خصوصي اذا بنائر الاعراف الاجتماعية هيدا العملية اسمها coming out الاسباب فيها تكون الشخص بيكون مستعد لا يبلش المواعدة وبدن عائلتهم ورفقاتهم لمقربين يعرفوا او ما بدن العالم يلي حوليهم يكبوا عليهم افتراضيات خاطئة او تفلصف عنهم او تعبوا انهم يسمعوا العالم عم يستعملوا صور نمطية او يصنفوهن بشكل سلبي او بحسوا انه عم يعيشوا كذبة وانه منهم صادقين مع حالهم بدن يلي حوليهم يتقبلوهن بدون قيود بجهة تانية فيه اسباب كتير بتمنع الشخص يحكي عن هالموضوع ويتخبه فيها تكون لان مش كتير مأكدين من حياتهم الجنسية او شو بيحسوا بعضهم عم يستكشفوا هالجزء من حياتهم او بيعتبروا انه توجه الجنسي والجندرة شي خاص وما في داعي ينحكي فيه بالعالم او يمكن يكونوا خايفانين من التنمر او المدايقة او التمييز ضدهم او الاساءة المعاملة بمجرد اعلانهم عن توجه الجنسي معين وفيها تكون لان اهلهم واخواتهم ما معهم خبر وبيعرفوا انه مش ممكن يتقبلوهن تذكروا انه حياتكم الجنسية مسألة خاصة واختيار شخصة انتو بس فيكن تاخدو هيك قطوة وقرار بحياتكم لانه مش عيب ما تستحوا لازم نعرف ترجمة نانسي قنقر